موسيقى يا مساء الفل على كل المشاهدين ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من كلام في الميديا حالة النهاردة خاصة جدا جدا ليه؟ لأن احنا بنتكلم قبل ساعات قليلة من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباراة قمة في بطولة الدوري بالتحديد في المرحلة الحالية والجولة العشرة من هذه البطولة والاستعدادات كلها على قدم وصاق من الفرقتين الأهم بالنسبة لنا نادينا الحبيب النادي الاهلي والاستعد بكل قوة لهذه المباراة وبإذن الله يكون مكسب مهم جدا في مشوار النادي الاهلي في بطولة الدوري هذا الموسم وأعتقد بإذن الله المكسب النهاردة يعني الكثير في حسابات هذه البطولة إن شاء الله على مدر 45 ديئة من دلوقتي هنتابع كل الكواليس مقابل هذه المباراة وهنتواصل مع زميلنا هناك في مقر إقامة فريق النادي الاهلي وهنتابع مع حضراتكم تحرك أوتوبيس الفريق لملعب أستاد القاهرة اللي حصديه في مباراة الاتحاد السكندري قبل أن نستفيد في الحديث عن هذه المباراة خلينا نشوف أهم معنوين حالية اليوم يلا بينا الليلة الأهلي في مواجهة مهمة أمام الاتحاد للحفاظ على صدارة الدوري إن شاء الله فيلر يرفض الراحة استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بدور الأبطال ربيعة وابراهيم جاهزا لتدعيم دفاع الأهلي أمام بلاتينيوم رمضان صبحي واصل برنامجه العلاجي والتأهيد وفيفا يكشف سبب منح صلاح جائزة أفضل لعب مونديال الأندية نسكن كده مع بعض قبل المطش وفي الحقيقة من فترة كبيرة قوي ما شفناش مباراة أهلي والتحاد بهذه القوة وهذا الترقب من قبل جمهور المصر بشكل عام الترقب ليه؟ عشان موقف الفرقيتين في الدوري موقف الفرقيتين إيه؟ الأهلي في المركز الأول 21 نقطة و7 انتصارات متتالية التحاد السكندري في المركز الثاني 9 مباريات و20 نقطة بإذن الله الأهلي لو كسب النهاردة عملت خطوة واسعة في طول الدوري واسعة فعلاً هتبقى حاجة مهمة أو بالنسبة لنا إن شاء الله فمن هنا جاي أهمية هذه المباراة من هنا كل الناس عايزة تتابع مباراة الأهلي والتحاد السكندري النهاردة وهي مباراة نارية من المستوى الفني بالتحديد طبعاً أتكلم على الكورة ككورة في الملعب مباراة هتبقى نارية وساخنة جداً وإن شاء الله نتمتع بيها والأهم إن شاء الله أن احنا نفرح بعد الماتش بفوز النادي الأهلي بإذن الله تعالى عشان كده نخش في الأجواء سريعاً نروح لزاملنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي المتواجد في مقر إقامة الفريق القريبة جداً من أستاذ القاهرة يا كيمو مسائل فل عليك مسخن وجاهز ولا لا؟ مسائل فل عليك يا زميل أمير أكيد إن شاء الله كلنا يعني تحفز كبير جداً ومتظرين إن شاء الله نشوف مباراة الأعلى مستوى وأكيد كل التمانيات لفريقنا فريق النادي الأهلي استعدادات خاصة أمير وتركيز كبير وزي ما أكدت أنت طبعاً وقلت طبقاً للأرقام وقرب فريق النادي الأهلي للتحاد السكندري إنه حصل على العشرين نقطة ونادي الأهلي واحد وعشرين أمور عديدة جداً ومنافسة قوية جداً إن شاء الله بنتمنى لإن على الخطوط فيه مديرين فنيين مميزين جداً سواء الكابتن إن طلعت يوسف المدير الفني ليه طبعاً الفريق اللي يواجه النادي الأهلي لنهاردة اللي بنتمنى النادي الأهلي يكون موفق والنادي الأهلي يكون فيه شخصيته وشخصية النادي الأهلي من أول دي أكون متواجد إن شاء الله ده اللي شغال عليه على الجانب الآخر مستر ريني فيلر المدير الفني لقل نادي الأهلي من محاضرات من تحفيز لقلعبين من استعدادات سواء في مستطيل الأخضر على ملعب مختار التتش في التدريب الأخير اللي تضمنوا جمل تيكتيكية كثيرة جدا وعديدة جدا أمور إن شاء الله نشوفها تطبق النهاردة في المباراة الرجل مميز أمير بشكل كبير جدا في القراءة بالنسبة لقلخصم يعني شفنا أكثر من مباراة مهما كانت التضييقات بالنسبة للدفاع التكتلات الدفاعية بيحاول أن هو يعمل حلول داخل الملعب وقبل المباراة وأيضا كمان في منتصف المباراة الحقيقي يعني الحمد لله طبعا نقدر نقول الفترة اللي فاتت نادي الأهلي ماشي بشكل طيب جدا ومميز جدا على المستوى الفني وعلى المستوى أيضا كمان البدني لو بكلمك على الأجواء أمير كالعادة طبعا هنا في فندو الإقامة سادق قهيرة إن شاء الله النهاردة بإذن الله يكون كالعادة فالخير علينا ويبدأ النادي الأهلي من أول دقيقة يفرد سيطرته وزي ما بنأكد بنوه على شخصية النادي الأهلي لأن المباراة مهمة أميره مرتقبة والكل منتظر النهاردة إن شاء الله تكون المباراة من نصيب النادي الأهلي لكل يكون موفق والكل يكون جاهز لو بذكر معك سريعا القائمة الخاصة بها دي المباراة لشناوي وإكرامي علي لطفي أيمن أشرف سعد سمير محمود متولي محمود وحيد مع علي معلول محمد هاني أحمد فتحي جونيور أجيه مجدي أفشا عمر السلية ديانج عشور وليد سليمان جيرالدو مروان محسن وليد أزارو حسين الشحات وأحمد الشيخ لكن في نقطة مهمة جدا حابين طبعا نتكلم عليها من خلالك أميرو من خلال برنامج كلام في الميديا يمكن وإحنا متواجدين طبعا في فندق القامة شفنا محمود وحيد يعني متجه كده إلى الخارج استفسارنا سريعا منه الرجل عنده امتحان النهاردة في تمام الساعة الخمسة لكن حرصه الكبير وكالعادة طبعا الكل في واحد يعني النهاردة الرجل متواجد أمس متواجد في القائمة وهيرجع طبعا على فندق القامة يكون متواجد مع زملائه مش قادرين طبعا نتكلم على القائمة النهائية أو مين لا يستبعد لكن من الواضح طبعا يعني مع الحالة اللي فيها محمود وحيد نقدر نقول إنه هو ممكن بشكل كبير جدا يكون أولى الأسماء اللي أكون مستبعدة من قائمة هذه المباراة لكن بجانب بكل هذه الأمور كالعادة للكل اللي بيتناول وجبة الفطار في معادها لوجبة الغداء في معادها المحاضرة الأخيرة أمير يعني خلاص اللعبة خلال خمس دقايب كتير أوه أكون متوجهة إلى المحاضرة الأخيرة اللي بيرسم فيها مستر ينيه فيلر المدير الفني الخطوط الأخيرة واللمسات الأخيرة على التشكيل الخاص والمهام والوجبات الدفاعية والهجومية يعني إن شاء الله أمير نبارك لكم بارك لكل جمهور النادي الأهلي عقب هذه المباراة اللي منتظرينها وإن شاء الله بإذن الله كون تلت نقاط هيكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الأهلي أنا معاك أمير كمان لو فيها يستفسرات إن شاء الله أتمنى كل التوفير لنادي الأهلي لكن يا كريم عايزي أسألك سؤال كده في الكواليس يعني أنا نلاحظ في الخلفية أن ده مقر إقامة مختلف مش اللي بينزل فيه دايما النادي الأهلي قبل المباريات أسباب التغيير إيه؟ هل تفاقل وتشاؤم أو الأمور إيه؟ أطمنه يمكن طبعا يعني نقدر نقول إن فيه جهد بوزل بشكل كبير جدا سواء من مستر نينيفايلر أو كابتن سيد عبد الحفيز يعني المناخ اللي بيتوفر اللي بيحاول يوفره سواء من مجلس الإدارة أو من مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيز لفرد مزيد من الهدوء وفرد مزيد من السيطرة وقرب كمان المسافة أمير كمان يعني نقدر نقول الفندق قريب جدا من أستاذ القاهرة وقريب أيضا من أستاذ السلام يعني أنت عارف النادي الآلي سواء مبارياته في السيد القاهرة أو في السلام لا الفندق مميز وفي رضا كمان من العابين بشكل كبير ومن الجهاز الفني لأن انت عارف حالة الهدوء ما بيكون متواجدة في الـ 24 ساعة قبل المباراة بالتحديد بتسهل بشكل كبير جدا الأمور الخاصة بين لعيب على المستوى الذهني وعلى المستوى التفكير وأيضا كمان بتريح الجهاز الفني بشكل كبير جدا فأكيد يعني نقطة بتكون مهمة أن النادي الآلي بيحاول يطور بشكل كبير والجهاز الفني والإداري بيحاول يشوف حلول سريعة وقوية جدا لنادي الآلي أنه هو يفرد مناخ طيب جدا لأن الرد بيكون في المستطيل الأخضر كل الأمور اللي خارج المستطيل الأخضر بتترك على الجهاز الإداري لكن لعيب النهاردة عندهم دور كبير وعندهم مسؤولية كبيرة سقطنا فيهم بلا حدود كالعادة أمير إن شاء الله نفرح معاك ونهنيك ونهني كل جمهور النادي الآلي عقب هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله زمينا المتقل الكريم أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا مرسلنا العزيز كريمة الأهلي وإطلاله سريعة على كل كواليس ما قبله مباراة الأهلي والتحاد السكندري الليلة هذه المباراة الهمة جدا في مشوار بطولة الدوري بالنسبة للفرقيتين وأكيد أهم بالنسبة للنادي الأهلي اللي بيسعى دائما للفوز باللقب المباراة الساعة 7 مص على استاد القاهرة الدولي والاستعداد ماشي بشكل جيد جدا طيب كل الكواليس حراركوا شايفينها دي كواليس النهاردة الصبح يعني تحرقات اللاعبين داخل مكر الإقامة أو داخل الفندق واستعداداتهم قبل ساعات من هذه المباراة خلينا أقول له حراركوا بعض الأخبار كده المهمة الأهلي واصل مرانه جدا بعد المباراة إن شاء الله بدون راحة وبرضه الموضوع ده حيتضح أكتر بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد النهاردة الأهم من إن شاء الله الفريق يكسب النهاردة نشوف بكرة حيبقى في مران ولا لأ ولا حيبقى في راحة خصوصا المباراة المجبلة في الملف الأفريكي أو التحدي الأفريكي وهي مباراة بلاتينيوم الزنبابوي هتكون يوم السبت القادم على أستاذ السلام وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في كل المباراة الأهم دلوقتي نركز في ماتش النهاردة على الاتحاد السكندري وفي الحقيقة فريق الاتحاد عام الموسم لحد دلوقتي ممتاز ماشيين بشكل جيد جدا وده هيكلم موراة صعبة للغاية لكن إن شاء الله إحنا وسطين ثقة كبيرة جدا في فريقنا فريق النادي الأهلي طيب من ضمن الأخبار كمان وهي في الحقيقة أخبار مهمة فيما يتعلق برامي ربيعة وهنتظم بكرة في المران الجماعي على طول عقب مواجهة الاتحاد رامي زي ما حركوا عارفين كان عنده زي شد خفيف في العضلة الخلفية في موراة الإسماعيل اللي فقتت وخرج في الشوت الثاني من زي المكان وساعد كان تم إعلان جهزيته وفعلا جاهز لكن حرصا أو مزيد من حرص على إصابة اللعب إنه هو ملعبش موراة الاتحاد عشان يكون لائق ومتاح طبيا وفنيا لما هو قاضب من تحديات أخرى فأكيد عودة رامي أيضا هتكون مهمة وأي العيب بيكون متواجد طبعا بيكون إضافة بالنسبة للفريق نفس الحال بالنسبة لياسر إبراهيم ياسر إبراهيم غاب على مدار الفترة اللي فاتت بسبب شد في العضلة الضمة كان بيتعالج كان عنده برامج علاجية وتأهيلية وخلاص أنها كل هذه البرامج اليوم النهاردة بالتحديد أنها فترة العلاج الخاصة به وفترة التأهيل كمان ويأصبح جاهز لخوض تدريبات الفريق الجامعية بداية من الغد وحيكون بس فيه فحص طبي بسيط كده والله ما اشتكاش من حاجة خالص عمدار الفترة العلاج والتأهيل لكن يعني زيادة في الحرص برضو حيبقى فيه فحص طبي قبل المران بكرة وبناء على هذا الفحص بإذن الله النسبة أكبر بكتير أنه الشرك خلاص بشكل طبيعي في التدريبات الجامعية بعدما قال الدكتور خلد محمود وأعلى من جهازية اللاعب فيما يتعلق برمضان صبحي رمضان صبحي يعني احنا عارفين أنه عنده في العضلة الخلفية بسبب تدريب من أسبوع كده تم يتمرن وجالوا المزء ده فالفترة الغياب زي طبعا ما حاركوا عارفين 6 أسابيع لعب بيقوم بعض تدريبات البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال جلسات علاج طبيعي على في الجيم ودكتور خلد محمود طبيب الفريق هيحدد المرحلة الثانية هتكون امتى وهتشمل تدريبات تأهيلية أخرى وطبقا لتحسن حالة اللاعب ومدى التقام الإصابة وإن شاء الله الالتقام يكون يلتقم سريعا والأمور جدا تبقى جيدة بالنسبة لرمضان لأنه في الحقيقة هو عنصر مهم جدا جدا في التشكيل الأساسية بالنسبة لنادي الأهلي ورمضان كان موجود النهاردة طبعا بيؤدي برنامجه العلاجي في مقر النادي الأهلي الجزيرة وستاذ مختار تيتشف مع مران المستبعدين تحديدا من ضمن الأخبار المهمة كمان أن الأهلي حيواجه بلاتينيو الأهم في كده أنه حيبقى بحضور عشر تلاف مشجع وخلاص مفققات الأمنية وصلة النادي الأهلي خطاب ووصل من الجانب الأمني للمدير التنفيذي النادي الأهلي العميد ده محمد مرجان واللي تم الإعلان فيه عن سماح حضور عشر تلاف مشجع في هذه المباراة وأكيد أي مشجع حيكون موجود في مبارات الأهلي وبلاتينيوم حيكون إضافة للفريق طبعا من خلال تشجيعه ومؤذرته للعبين في أرض الملعب والجهاز الفني عشان مهمة جدا أن نكسب إن شاء الله مباراتي بلاتينيوم مش مبارات الجولة التالتة بس عندنا كمان مبارات الجولة الرابعة في زنبابوي تكسب مطشين دول تقطع شوط كبير جدا في التأهل بإذن الله تعالى الأدوار المجبلة من طولة دوري أبطال أفريقيا ده فيما يتعلق بآخر أخبار وجديد النادي الأهلي خلينا أقول لحضراتكم وأفكركم بقايمة الفريق ونتوقع كده مع بعض التشكيل يعني نحاول نكتهد ونتوقع التشكيل رغم أن ميستر فييلر بيفاجئنا كلنا دايما لكن القايمة بتقول شريف إكرام محمد الشناو علي لطفي في حراس المرمى طبعا الفرص أكيد مؤكدة لمحمد الشناو طبعا هو جاهز لأنه الرجله في الملعب خلال الفترة اللي فاتت وبيتقلق ما شاء الله عليه فبالتالي كده شناو خاص مفيش نقاش عليه يعني هيكون حرس مرمى لأهلي في هذه الموبرات خط الدفاع عودة أحمد فتحي في الزل تواجد محمد هاني محمود وحيد علم علول محمود متولي سعد سمير وأيمن أشرف نتوقع من اللي حيلعب أيمن أشرف كما الساك في الغالب حيجوره سعد سمير اللي خاد بعض الدقائق في الموبرات الأخيرة أمام اسماعيلي بعد إصابة رمي ربيعة يبقى الجانب الأيمن هو اللي حيكون فيه كلام هل أحمد فتحي هيلعب ولا محمد هاني رؤية فنية طبعا خاصة ميستر فيلر هو اللي حيقرر لكن أكيد علي معلول هو اللي حيكون متواجد في الجانب الأيصر خصوصا بعد ما قلنا كريم كده من شوية محمود وحيد رح يخلص من امتحان بتاعه الساعة خمسة وهيرجع نضم للتدريبات أو يرجع نضم الأجواء الفريق قبل الموبرات مجد أفشة وليد سليمان أحمد الشيخ حسين الشحات جيرالدو أليو ديانج تعلق أليو ديانج تواجد عمرو سليا عادته للقايمة مين حيلعب فيهم ولا الاتنين ممكن يلعبوا ولا واحد فيهم جنبه أفشة زي ما احنا متعودين في فترة أخيرة مع مستر فيلر كل ده هنشوفه من نسبة لخط الأمامي مثلا حسين الشحات أعتقد هيكون موجود وليد سليمان هل حيبتدي ولا لأ أحمد الشيخ هل حيبتدي أيضا مباراة لا بعد ما بدأ أو كمل كمان مباراة لإسماعيلي بشكل كامل كلها حسابات في أزهان مينستر فيلر بالنسبة لخط الهجوم مروان وليد أزارو وجونيور أجايي الأقرب حنشوف ممكن يكون أجايي مثلا لو مش هلعب مهاجم ممكن يبقى وينج كلها أمور حيحددها مينستر فيلر مع المحاضرة الأخيرة اللي حتكون خلال هذه اللحظات بالتأكيد واللي هيعلم فيه عن التشكيل طيب بعض الأرقام الخاصة بمورات المباريات الأهلي والاتحاد وتاريخ هذه المواجهات الأهلي والاتحاد لعبوا تخطوا حجز الميتة مباراة في بطولة الدوري وكانت أول مباراة في موسم 48-49 التقى الأهلي والاتحاد في إطار منافسات بطولة الدوري 116 مباراة بالتحديد الأهلي فاز في 76 مباراة وتعدلوا في 24 مباراة والاتحاد فاز في 16 مباراة أكبر فوص في تاريخ مواجهة الفريقتين كان من نصيب النادي الأهلي بنتيجة 6-0 ده كان في موسم 2005-2006 مع مستر مانون الجزي وكان يوم 4 نوفمبر عام 2005 بالتحديد اللقاء ده أحرز الأهداف في عماد النحاس هاتريك مدافع النادي الأهلي فازر لتوقيت محمد برقاط جاب هدفين ومحمد أبو تريكا جاب هدف أسماء كالكيلة أو في الحياة التوقيت ده ماشي أكبر تعادل بين الفريقتين كان بنتيجة 4-4 في موسم 55-54 الأهلي نجح في هذا الشباك الاتحاد في 71 مباراة وفشل في هذا الشباك الاتحاد في 24 مباراة نجح نجوم الأهلي في زيارة الشباك الاتحاد يعني عدد الأهداف 195 هدف وحسام حسن كابتاً حسام حسن هو الهدف التاريخي للقاءات الفريقين أفكر حضراتكم بآخر أربع مواجهات بين الأهلي الاتحاد 12 أكتوبر 2017 الأهلي فاز 2-0 بهدفها يحسين السيد وجونير الأجاية 4 فبراير 2018 الأهلي فاز 3-0 بهدف جونير الأجاية عبدالله سعيد وليد أزارو 7 أكتوبر 2018 الاتحاد فاز على الأهلي 4-3 3 أحمد الألفي جابل الاتحاد وديديي كوريه هدف من ضرب الجزاء وخالد أمر وأيمن أشرف في مرمى لكن أحرز نادي الأهلي في التوقيت ده 3 أهداف كل من محمد شريف وليد سليمان ومروان محسن وآخر مباراة بين فريقين طبعاً مباراة كاية مهمة أوثي بطوية الدوري السلام فاتت والأهلي فاز في الدقائق الأخيرة من خلال هدفي علي معلول وصالح جمعة دي آخر المباراة ما بين الأهلي والاتحاد طيب جدول الترتيب نفكر حضراتكم به النادي الأهلي في الصدارة برصيد 21 نقطة 7 مباراة ما شاء الله لكوات إلا بالله 7 انتصارات إن شاء الله النهاردة يكون الانتصار الثامن أحرص 18 هدف واستقبل هدف وحيد الاتحاد السكندري في المركز الثاني 9 مباراة فاز في 6 اتعادل في 2 وخسر مباراة 1 وعنده 20 نقطة بيجي بعد كاما أولين والزمالك في المركز الرابع وشمحه في المركز الخامسة وتتولى الفرق في ترتيب جدول الدوري الأهم إن شاء الله بإذن الله للأهلي يكون موافق في مباراة اليوم حننتظر طبعاً تشكيل النادي الأهلي في أي وقت على مدار حال 2 انظهر ده على مدار 45 دقيقة اللي قاله دلوقتي بقى حوالي 30 دقيقة لو طلعت أو طلعت تشكيل أكيد حننعلن لحضراتك وتشكيل النادي الأهلي لهذه مباراة المصرية والمرتقبة خلانا نروح نشوف كده الصحف تناولة مباراة الأهلي والتحاد النهاردة إزاي؟ يلا بنا في الأخبار الأهلي المنطلق يسبح الليلة ضد أمواجة زعيم الصغر سيد الدوري يصطدم بسيد البلد الأهرام الليلة الأهلي والتحاد في معارقة حسم الصدارة هل إسماعيلي يواجه المقاولون لدخول مربع زهبي على حساب الزمالك؟ الجمهورية بحثاً عن التغريد على الصدارة الأهلي والتحاد قمة العنات المسل في الصراع على قمة الليلة بستدر قاهرة الأهلي والتحاد اللقاء مولع في عز البرد فيلر جاهز لإسعاد الأهلوية وطلعت ناوي يفرح الإسكندرانية الشروق اليوم في الجولة العشرة للدوري الأهلي في مواجهة صعبة أمام الاتحاد للإنفراض بالقمة فيلر يستعيد جهود فتحي والسلية ويوصف يبحث عن النقاط الثلاث وصدارة المساق اليوم السابع الأهلي يتحدى الاتحاد الإسكندري في صراع أهل القمة الكطار الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات المحلية وزعيم الصغر جاهز بخطة إسقاط البطل الذي لا يقهر ماشاء الله من مصر اليوم توفان الأهلي يتحدى صحبة الاتحاد في صراع القمة فيلر يسعى لمواصلة العلامة الكاملة وطلعت يوسف يبحث عن انتفاضة جديدة أمام الأحمر موسيقى روزل يوسف يوم الكبار الأهلي بالعلامة الكاملة يلقي زعيم الصغر في قمة المتصدر والوصيف موسيقى الوطن الأهلي بالقوة الضاربة أمام الاتحاد في الدول تغيرات في وسط الملعب والهجوم ديانج يحافظ على مكانه وفايلر يحذر لعبيه من قوة زعيم الصغر ويوسف يلعب بخطة متوازنة موسيقى الأهرام المسائي الشياطين والزعيم كبمة غائبة الأهلي يلطقي الاتحاد في صراع من العصور الزهبية والفريقان يمتلكان أسلحة التفاوق موسيقى خليل الله حراركم أن هناك بعض المباراة أيضا وهي مباراة أخرى مع مباراة الأهلي والاتحاد النهاردة في بطولة الدوري في الجولة العاشرة المقولين وإسمعالي مباراة مهمة جدا جدا هتنطلق أعتقد في تمام الساعة الخامسة يعني زمان هتنطلقت لو النتيجة ده ما عارفينها أقولولي من ضمن المباراة المبكرة طبعا نستكمل أسبوع العشر تنطو أسوان نادي أفسي مصر مع مصر مقصة الانتاج الحربي مع الزمالك مباراة أيضا هتبقى قوية جدا الساعة سبعة ونصف يوم الأربع مباريات أخرى إن بيوحرس الحدود سموحة والجونة طلع الجيش والمصر البورسعيدي هو بيرامد زوادي دجلة طيب ده فيما يتعلق مباراة الدوري خلينا بقى نعلق شوي على أخبار الأهلي في الصحف والكل طبعا بتتكلم على المباراة اليوم الهامة جدا مع الاتحاد السجندري ونبتدي بجريدة الأهرام واللي قالت الليلة الأهلي والاتحاد فيه معارقة حسم الصدارة طبعا ده بحكم ترتيب الفريتين في جدول الدوري الأهلي الأول عفوا الاتحاد الثاني فبالتالي لقدر الاتحاد لو كسب مباراة اليوم لقدر الله هيبقى هو المتصدر بس الأهلي هيبقى ليه مبارايتين مؤجلين هياخدهم هيبقى يفضل الاتحاد بيلعب مواطشين أكتر من نادي الأهلي لو الأهلي في هذه النهاردة يبتعد بالصدارة رغم أنه كمان ليه مواطشين مؤجلين لو كسبهم يبتعد أكثر وأكثر بإذن الله تعالى بيتتركوا طبعا مواجهة اليوم بين الإسماعيلي والمقولين هي مواجهة أخرى مهمة جدا في بطول الدوري والمقولين طبعا أو الإسماعيلي بيحاول أنه يفوز في هذه المباراة عشان يتخطى الزمالك في جدول الترتيب طيب نروح للمسا في الصراع على القمة الليلة باستاذ القاهرة الأهلي والاتحاد اللقاء مولع في عز البرد بصراحة اليومين دول الجو برد جدا بباب الليل فإحنا حنسخن فنيا حنتمتع بالقاء قوي جدا فعلا فهتنسى درجة الحرارة الباردة وتتمتع ممورات الأهلي والاتحاد لأن الفرئتين في الحياة جمدين جدا السنة دي الاتحاد عنده مقاومات جيدة بخلاف طبعا دي الأهلي اللي أكيد عنده مقاومات أفضل فيلر جاهز لإسعاد الأهلوية بإذن الله تعالى طلعت ناوي يفرح الإسكندرانية ربنا يستر وإن شاء الله الأمور تبقى في صلاح النادي الأهلي خلينا نروح لخبر أخبار في الحياة كلها النهاردة متشابهة طبيعية يوم المباراة الحديث بس عن المباراة من قبل الصحافة ككل نروح للرزة اليوسف واللي بتقول يوم الكبر طبعا هو يوم الكبر لأن انت عندك فريق بحجم وإمكانيات وجه مهرية النادي الأهلي هو فريق بحجم وإمكانيات وجه مهرية الاتحاد الإسكندري فأكيد هو يوم الكبار ومباراة للكبار وأيضا عندك المواجهة الأخرى المقولين والإسماعيل أيضا فريقين الكبار وعندهم تاريخ في بطولة الدور الأهلي بالعلامة الكاملة يلاقي زعيم الصغر في كلمة المتصدر والوصيف عشان كده من هنا جاية كلمة القمة عشان فريقين تاريخيين وفي نفس الوقت عشان المنافسة على صدارة الجدول من خلال هذه المباراة فبالتالي طبعا هي مباراة قمة على أقل تقدير قمة هذه المرحلة في الحقيقة طيب الوطن واللي بتتكلم على التشكيل نسبيا بتقول لك يعني إن الأهلي بالقوة الضربة أمام التحدي في الدوري ويعني عودة بعض اللاعبين زي مثلا محمود متولي أحمد فتحي عمر السولية وكانوا غايبين المتولي طبعا كان في قائمة المطشرفات لكن تم استبعاده من القائمة النهائية قبل موراة مورات الإسماعيل لكن هو موجود أيضا في موراة اليوم فعودة بعض اللاعبين المصابين دي أكيد هتكون إضافة نسبة لنادي الأهلي نحن نفتقد بس رمضان صبحي أحد أهم اللاعبين دي الأهلي وأهم اللاعبين الدوري المصري بيقول لك تغيرات في وسط الملعب والهجوم وديانج يحافظ على مكانهم هم هنا بيتوقعوا بيتنبأوا بالتشكيل إنه ممكن ديانج يبقى موجود في مكانهم لكن مين هيلعب جنبه السولية ولا أفشا ولا ممكن سولية وديانج يلعبه وأفشا يبقى قدامهم والدنيا تتغير نسبيا هنشوف ده هنعرفه من خلال مستر فييلر اللي بيبقى مذاكر كل فرقة بشكل جيد جدا في الحقيقة هو فييلر يحذر لعبيه من قوة زعيم الصغر طبعا فريق قوي ومبرياته هي اللي بتقول كده وأداءه نتائج وهما اللي بيقوله كده ويوسف يلعب بخطة متوازنة عايزين نترقب نشوف كابتن طلعة يوسف هيعمل إيه في مباراة اليوم هلعب بخطة متوازنة هلعب مباراة مفتوحة هل هيأمنوا يلعب على هجمات المرتدة أمام النادي الأهلي كلها حسابات في أذهان كل مدير فني بتاعدي كابتن طلعة يوسف أكيد ليه حسابات خاصة في هذه المباراة الأهلي دايما حسابات واحدة بيلعب بهاجم عايزين باستراتيجية معروفة في تاريخ النادي الأهلي دايما أي مباراة بتلت نقطة انت عايز تخرج بتلت نقطة فإن شاء الله يكونوا موفقين في مباراة اليوم نروح لآخر خبر الأهرام المسائي واللي بيقول إن الشياطين والزعيم قمة غائبة الأهلي يلتقي الاتحاد في صراع من العصور الزهبية والفريقان يمتلكان أسلحة التفاوق هما بيقولوا يعني من فترة كبيرة جدا الأهلي والاتحاد مباراةهم ما كانتش بمثل هذه الأهنية بسبب طبعا الوضع الجدول فطبعا مباراة من العصور الوسطى أو العصور الزهبية عفوا لأن العصور الزهبية كان فيها دايما ندية قوية في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري هنشوف طبعا الندية النهار هنشوف مين اللي هتفوق حسابات كل مدير فني إن شاء الله الحسابات تكون في صالح مستر فيلر وإن شاء الله يفوز في هذه المباراة كانت طبعا الاحترام والتقدير والحب كمان لفريق الاتحاد السكندري وجماهيره في الحقيقة من فرق التاريخية في بطولة الدوري دايما بنميل للتاريخ شوية عن نفسي بيحب التاريخ يعني فده شيء بيبقى مهم لك دي كانت أخبار الأهلي في الصحف لو في أجواء جماعة في مقر الإقامة ما في تحرك أي حاجة طبعا إحنا مع بعض عايزين عايزة جمهوري نادي الأهلي كل اللحظات قبل هذه المباراة خلينا نروح مني نشوف أخبار الأهلي في المواقع يلا بينا الشروق تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري الوطن سبورت فيلر يجتمع مع سلاسي هجوم الأهلي قبل موقع قمة الدوري أمام الاتحاد السوبر كورا أوداد الأمة يفاوض وليد أزارو الرحيل عن الأهلي مبتدأ عمار حمدي يحدد خطواته المجبلة بغبت الأهرام شباب الأهلي ينفرد بصدارة الدوري قبل مواجهة الزمالك الأحد المجبل طيب اللقطات دي حاليا دلوقتي على الهواء مباشرة من تحرك الفريق لمحاضرة اللاعبين قبل مباراة اليوم وقبل التحرك طبعا في اتجاه استاد القاهرة فبالتالي أكيد تعليمات أخيرة وتعليمات مهمة جدا من السورفيلر اللاعب النادي الأهلي وتحديد للتشكيل اللي هبتدي هذه المباراة وطبقا للإستراتيجية بتاعتها أو طبقا لسيناريو مباراة اليوم أكيد كل مدير فاني ببحث سيناريو لكل مباراة التعامل مع إمكانيات الفريق قدامك أنت بتلعب بفريق بإمكانيات كبيرة عنده كل الخطوط متكملة في الحياة في نصف ما لو عندك يشام محمد طبعا لعب الأهل السابق نور السيد في خط الدفاع في رزق برضو لعب مميز عندك كمان أحمد نبيل منجا في خط النص عنده في خط الهجوم رزاق سيسي خالد أمر أحمد رفعة عام الموسم ممتاز في بنهيني كمان موجود يعني بتلعب فرق مميكانيات وقدرات كبيرة أكيد حيب عليك حسابات خاصة الحسابات دي كلها هيتم توضيحها بشكل أكبر من خلال محاضرة الفريق اللي زي ما حراكم شايفينها كده في هذه اللحظات اللاعبين بيتوجهوا لقاعة المحاضرة وإن شاء الله تكون تعليمات أخيرة وتم الإعلان كمان عن تشكيل النادي الأهلي للعابين أولا قبل الإعلان عنه في أستاذ القائرة عاقب وصول الفريق لمكان المباراة سياد القاهرة إلى الدولة إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يقدروا يتفوقوا النهاردة على الاتحاد السكندري عشان يبقى أطاع تشوت مهم جدا بصراحة يعني أشبقى منطقين يعني مع بعض هتبقى أطاع تشوت مميز وطولة الدولة لكن هل هي البطولة هتحصل مثلا نهاردة لا طبعا عندك فرق كتير جدا هتنافس فرق كتير جدا هتعوض في المنافسة كله حيطرتك طبعا مدى إمكانية عودة هذه الفرق المنافسة على إمكانياتك أنت على قدرتك أنت على انتصاراتك أنت وإنت أكيد مركز في كل هذه الأمور عايز تكسب عايز تاخد مشوار مهم جدا في بطولة الدوري عشان تتفرغ نسبيا للتحدي الأفريكي واللي يعد أهم التحديات أو التحدي الأهم بنسبة للفريق خلال الفترة الحالية وجمهور النادي الأهلي دايما بينتظر بطولة دوري أبطال أفريكيا لكن أكيد ما بنقللش من أهمية بطولة الدوري آه الأهلي كسبها كتير جدا في الحقيقة لكن منحس أن في حاجة نقصة في الأهلي كده لو لا قدر الله خسر بطولة الدوري احنا ماشيين بشكل جيد وخطوة ثابتة في هذه البطولة وإن شاء الله واحدة واحدة كده النادي الأهلي يقدر يحسم اللقب ده على مدار الجوالات العديدة المقبلة مش من دلوقتي بس يعني لكن دلوقتي بإذن الله بإذن لو كسبت يبقى قطعت شرط جيد يعني بإذن الله تعالى طيب خلينا نروح للشروق موقع الشروق آل إيه النهاردة وكان بيتوقع تشكيل الأهلي لمقرات اللي يوم آل إيه التشكيل بيقولون الشيناو في حراس المرمى تبقى لموقع الشروق يعني الشيناو في حراس المرمى علي معلول زهير أيصر أحمد فتحي زهير أيمن اتنين مساكين أيمن أشرف وسعد سمير في نص الملعب حيبقى السولية وديانج طبقا طبعا لتوقعات موقع الشروق أمامهم كل من حسين الشحات محمد مجدي أفشا جونر أجيه والمهاجم حيكون وليد أزارو حنشوف هل التشكيل ده ممكن فعلا هو اللي يلعب هذه المباراة ولا يكون في حسابات أخرى بالنسبة لمستر فيلر نروح للوطن الوطن سبورت بتقول فيلر يجتمع مع سلاسي هجوم الأهلي قبل موقع كمة الدوري أمام الاتحاد ويعني اجتماع مع أزارو ومروان وجونر أجيه ويعني أكيد لو كلام حيبقى كلام في اتجاه أهمية استغلال الفرص مثل هذه المباريات طبعا يعني التأكيد على إمكاناتهم الكبيرة على ثقات جمهوري نادي الأهلي فيهم وهو في الحقيقة ثلاث مهاجمين ممتازين ممكن البعض منهم ما يكونش موفق فترة من فترات لكن المؤكد أنهما عندهم المقاومات والشخصية المناسبة بالنسبة لنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله البعض يقدر أو اللعبين كلهم تأتي يكونوا مهمين في تشكية نادي الأهلي خلينا أخذ اللقطات دي لأن ده تحرك اللعبين للأوتوبيس اللي حيقل الفريق لإستاذ القاهرة الدولي وواضح طبعا التركيز على وجوه اللعبين وده شيء بيبقى مفروغ منه في كل المباريات ما بالك لما تكون مباراة بحجم مباراة اليوم مباراة الاتحاد السكندري وهي مباراة تقمت بطولة الدوري هذا الموسم وفي هذه المرحلة تحديدا وإن شاء الله بإذن الله الفريق يكون موافق عشان يحافظ على الصدارة وينفرد بيها ويغرد في صدارة بطولة الدوري أكيد خلاص تعليمات هم يعني عارفوها مواجبتهم ممكن يكون لعب بيلعب دايما في صفوفنا دي الأهلي لكن المباراة دي يكون مختلفة عن مباراة أخرى بواجبات مختلفة طبقا لإمكانيات الفريق اللي حتلعبه والتكتيك اللي حتلعب به والفرق اللي قدامك حتلعب به فبيبقى فيه واجبات معينة لكل لعب لكن المؤكد أننا عندنا عناصر غاية في القوة غاية في التميز في الحقيقة لعب نادي الأهلي وهو زي ما تكلمنا كتير قايمة متكملة في الحقيقة فبالتالي أكيد القايمة تبقى متكملة أكتر بالتعقدات الجديدة عندك كهرباء جيوا عندك ممكن لعيب كمان يتم الإعلان عنه لاحقا نشوف إمتى ممكن الأهلي يعلن عن اللعيب أخر لكن دايما بتحاول تكمل فرقتك بالعناصر اللي ممكن تكون أنت محتاجها عشان المنافسات العديدة وعايز برضو نأكد على أن المنافسة الأهمة هي بطولة دوري أبطال أفريقيا بكل تأكيد وده لا يقلل من قيمة بطولة الدوري فالأهدى دايما عند النادي الأهلي لما بيدعم صفوفه وبيفكر في إيه المنافسة الأكبر الفرق اللي حيواجهها في دوري الأبطال فالحسابات دايما بتبقى في الاتجاه ده تعايت مع كهرباء طبعا لعيب كبير جدا حيكون إضافة لك في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأكيد اللعب اللي حيجي أيضا هيبقى لعيب إضافة يعني في كل الأحوال يعني أكيد خلال ربع ساعة من الآن بعد تحركوا الإوتوبيس الفريق يوصل إن شاء الله لإستاذ القاهرة الدولي ويكون أكيد في بعض التدريبات الإحمائية قبل انطلاق المباراة وتدريبات أكيد حتبقى يعني من تسخين اللعبين ودخولهم في الأجواء قبل انطلاق مباراة الإتحاد السكنداري إن شاء الله كل التوفيق والدعم للنادي الأهلي والمسندة من جماهير وطبعا عدد الجمهور أكيد النهاردة يعني زي ما إحنا عارفين الدوري يعني أعتقد بيبقى 3000 كتير قوي ما بيكونوا شبينين بصراحة في أستاذ كيبيش زي أستاذ القاهرة لكن زي ما قلنا طبعا التواجد الجمهوري النادي الأهلي حتى لو كان عدد قليل أكيد بيبقى إضافة طبعا للفريق في أي مباراة طيب خلينا نرجع لبعض الأخبار وإحنا كده منستعرض لقطات تحرك الملعب اللقاء يعني مثلا سوبر كورا النهاردة بتتكلم على إيه بتتكلم على أن فريق الوداد المغربي بيفوض وليد أزارو الرحيل عن النادي الأهلي الكلام ده يا جماعة مش حقيقي كلام مش حقيقي ممكن يكون فيه مفوضات شفاهية ممكن لكن حاجة رسمية لا مش موجودة هل في عرض رسمي جيم الوداد للنادي الأهلي بخصوص وليد أزارو لا ما حصلش خالص هل وليد أزارو مكامل مع النادي الأهلي طبعا وليد أزارو مكامل مع النادي الأهلي وفي حسابات المدير الفني وإحنا كل يوم بنأكد على الكلام ده لكن إحنا غزبا عننا لازم كل يوم بنأكد على الكلام ده لأن كل يوم برضو الصحافة بتكتب في موضوع وليد أزارو وليد أزارو موجود يا جماعة بيقول لك أصل أن الجهاز الفني مهمش أزارو مهمش أزارو فيه الناس بس ناسية أن أزارو كان متصاب عنده أصابة فترة وبعد كده رجع ابتد يخش تدريجي لعب بعض الدقائق في كاس مصر بعد كده لعب شوت تاني في إحدى المباريات ويعني موجود في حسابات الفريق في القايمة في حسابات مستر فيلر فمفيش تهميش لوليد أزارو على حاجة لكن ممكن يجيله عرض طبيعي جدا أن يجي أي اللي عايق في النادي الأهلي عرض زي ما تكلمنا كتير قبل كده هل الأهلي حيوافق أو لا هنشوف ساعتها تبقى للعرض هل العرض مناسب مناسب لأهداف الفريق من ناحية الأهداف الفنية الأول بتبص الأهداف الفنية تشوف أنا فنية هحتاج أزارو يبقى حيكمل أي أن كان إيه هو العرض فنيا ممكن أعوض أزارو يبقى ماشي لو العرض مناسب ممكن أشوف حامل إيه كلها حسابات وكلها أفكار عند المسؤولين في النادي الأهلي لكن أزارو متكمل يا جماعة مع النادي الأهلي موجود مفيش كلام عن رحيل اللعب إطلاقا لأي نادي من الأندية في ناس كده قاعدت تهزر مبارح وقالت لك إيه أصلا يزا مالك تكلم مع أزارو طب إزاي الرجل عنده سنتين لسه في عدو غير السنة دي يعني حاجة غريبة بصراحة طيب خلاننا نروح لموقع مفتدن عمار حمدي يحدد خطواته المقبلة الناس تستنتج وبتتوقع وممكن جدا التوقع بتاع الناس دي يكون غلط خلي بالك يعني الناس تقول لك إيه أصلا عمار حمدي ما بلعبش عمار حمدي ممكن الأهلي يديله مزيد من الخبرات من خلال تجربة أعرف في إحدى الأندية بتاع ديه التحادس الكنداري مهتم جدا طبعا بعمار حمدي وأكيد في تواصل مثلا أستاذ محمد مصيرح رئيس الاتحادس الكنداري ممكن يكون بتواصل مع اللعب تبقى المكتوبة يعني في الخبر لكن في كل الأحوال ممكن جدا عمار حمدي يكمل مع النادي الأهلي خلي بال لأن ميستر فيلر مقتنع بإمكانيات الراجل وهو اللعب كويس وشفنا إمكانياته في بطولة الأم أفريقية حتى 30 سنة فكل دي تنبؤات واكتهادات وأن اللعب يعني يحدد خطواته ولو خرج أعارة يروح للتحاد ممكن يكون ده الأقرب ده لو الأهلي وافق على خروجه أعارة لكن اللعب مكمل مع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة موجود وبالمناسبة شهر يناير مش في أوله بس يتم تحديل الكلام شهر يناير 31 أو 31 يوم يعني فبالتالي على مدار الشهر كله هتشوف هل أنا تعرضت الإصابات في لعبة عندي مصابين في مراكز إيه طب بناء على الإصابات دي لقدر الله يعني يا رب لا يجيبش إصابات لكن في المراكز دي أنا هحتاج مين لو واحد أنا كنت هخرجه أعارة لا خليه موجود يكمل هلجأ له فبالتالي الأمور دي كلها هتتضح على مدار الفترة الجاي نحن نهار ده كامل ما دي سامر نهار ده 20 دي سامر عندك 7 أو 8 يام في الشهر ده وبعدين 30 يوم في الشهر اللي جاي يعني لسه 37 أو 38 يوم يعني ممكن تحدد فيهم أمور كتير ممكن أمور كتير جدا تتغير على مدار هذه الأيام يعني لكن نتمنى كل أمور اللي تحصل تكون في صالح النادي الأهلي بكل تأكيد وفي صالح قيمته طيب بوابة الأهرام وبتتكلم عن شباب الأهلي اللي بينفرد بالصدارة صدارة الدوري قبل مواجهة الزمالك يوم الحد المقبل هم عندهم مواجهة يوم الحد الجاي مع نادي زمالك فريق طبعا موليد 99 شباب النادي الأهلي هم يعني في صدارة بطولة الدوري برسيدة 44 نقطة بفارق 8 نقاط قاعدنا أقرب منافسي اللي هو أعتقد نادي الإسماعيل هو نادي الإسماعيل آخر مبركة تنبارح الأهلي فاز على سموها هناك في ملعب سموها 2-1 والمباراة اللي جاية هتكون في الجولة 19 مع الزمالك في ملعب نادي الأهلي بمدينة نصر نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق دي ما طبعا مباراة من ضمن مباراة القمة حتى لو الزمالك متأخر في ترتيب جدول بطولة الشباب بطولة الجمهور طيب دي كانت بعض الأخبار في المواقع خلينا نروح نشوف بعض الأخبار المحلية والعالمية يلا بينا الشروق والجمعة يشارك في مباراة الأساطير تحت سفح الأهرامات اليوم السابع الأندية ترفض نظام القوائم الكاملة في انتخابات الجبلية في الوطن سبورت اتحاد القرى يبدأ تجربة تقنية الفار بالقسم الثالث يا مسافر في بابا سبورت الفيفا يكشف سبب حصد محمد صلاح للاقب الأفضل في مونديال الأندية في الجول كلوب نتمنى لعبا فرنسيا في ليبر بول لكن لا نقدر على ثمن كثير منهم يلا كورا تقارير كاباني وافق على انتقال إلى أتلتكو مدريد لمدة 3 ماس طيب زي ما حرقكم شايفين كده تحرك توبيس النادي الأهلي في اتجاهه اللي استاد القاهرة المسافة مش بعيدة يعني اعتقد الربع سعب الكتير جدا طبعا بيبقى فيه تجهزات مرورية لتحرك توبيس أي فريق يعني مش توبيس النادي الأهلي بس لأن كلها بتبقى أمور وتجهزات قبل كل مباراة عشان الفريق يوصل في معاده وأكيد بيبقى فيه متابعة جبيرة جدا المباراة كرة القدم بشكل عام في مصر ومبلغ طبعا مباراة النادي الأهلي فبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأمور تبقى جيدة ونشوف مباراة نتمتع بيها وإحنا بنحب نتمتع بالكورة كشعب مصري لكن طبعا كل أهلي ويتمنى فوز النادي الأهلي في كل أحوال سواء حيتمتع أو مش حيتمتع طبعا نفسه يبقى المتعة موجودة الأداء يكون جيد لكن الأهم دايما بيبقى النتيجة لأن النتيجة دي هي اللي بتجيب البطولات هي اللي بتفرح الجماهير في كل الأحوال حتى لو الأداء مش هو ووالد جدا في بعض المباراة يبقى الأداء قليل شوية لكن الفترة الحالية ما شاء الله لا قوة إلا بالله على النادي الأهلي أداء ونتيجة وتصدر لبطولة الدوري وانتصارات متتالية بإذن الله نوصل الانتصار الثامن النهاردة من خلال مباراة الاتحاد السكندري تجهزات كلها قائمة الاستعدادات كلها جيدة بالنسبة للفريق وإن شاء الله بإذن الله يوصلوا بالسلامة للساد القاهرة وبإذن الله ياخدوا هذه المباراة بالشكل المطلوب اللي بيرجوه كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان طيب خلينا نروح للشروق موقع الشروق قال أن كابتن واق الجمعة سيشارك في مباراة الأستطير تحت صفحة الأهرامات وده بعد دعوة وجهة طبعا أسطورة كبيرة من أستطير قوات القادمة منصرية وأستطير النادي الأهلي كابتن واق الجمعة دعوة جات له من الاتحاد الدولي فيفا وأيضا من الكاف على هامش طبعا حفل الأفضل في أفريقيا أفضل لعب وجوائز القرى الأفريقية وجوائز الكاف طبعا لما تيجي تعمل مهبارات فيها أستطير أكيد هتفكر في نجمي بير جدا زي واق الجمعة وهو خلاص هايولاب بالدعوة وحيكون موجود في مصر قريبا جدا عشان نشارك في هذه المباراة ما كان المباراة كمان تحت صفحة الأهرامات ده حاجة جيدة جدا عند أبلوهول وكلام من ده من أفضل الأماكن طبعا في مصر واللي بتعكس حضارة مصر التاريخية في الحقيقة اليوم السابع تقول إيه؟ إن الأندية ترفض نظام القوائم الكاملة في انتخابات الجبلية ده بخصوص اللايحة بتاعة اتحاد الكرة والاتحاد الكرة أرسل خطابات للأندية قال لهم يا جماعة أقولوا مقترحاتكم بخصوص اللايحة وكمان أعتقد أنه أرسل المقترحات بتاعتهم ويعني بيقال إن هيتم تقريس عدد أعضاء اتحاد الكرة من 11 ل 9 من خلال رئيسه 8 أعضاء بعض أعضاء الجماعية العمومية قالوا لا يا جماعة كلام ده مش هينفع كلام ده بيقلل من نقيمة الجماعية العمومية ويخليني إحنا ما نقدرش عندنا مساحة من الاختيارات لكن برضو في جزء مهمة يا جماعة يعني أنت دلوقتي لما تعترض على القوائم الكاملة في انتخابات الجبلية طيب منتا كده ممكن شخص معين مرشح لوحده شخص آخر مرشح على مركز مثلا العضوية يعني الرئيسه العضوية ممكن ما يكونش في توفق ما بينهم فبالتالي يبقى فيه مشاكل كتير وإحنا بصراحة في الكرة المصرية في غنى عن المشاكل يعني كفيانة مشاكل لكن هنشوف الجامعية العمومية هي القضرة هنشوف كاراتهم ممكن تكون إيه وفي الآخر اللايحة هتكون عاملة إزاي هذا بنا لهم التوفيق موقع الوطن سبورت بيقول الانتحاد الكرة يبدأ تجربة تقنية الفار بالقسم الثالث من خلال مبارات سبورتنج والاسكندرية للبترول مبارات دي هتكون يوم الجمعة وبعد كده هيتم تطبيق الفار في المبارات الاتحاد الإسماعيلي ولكن الجديد في الموضوع أنه خلاص يعني كان هيتم تجربة التقنية في مبارات سبورتنج والاسكندرية للبترول فقاله لا خلاص يتعمل في مبارات دي بلاش مبارات رسمية ماشي المهم من أن التقنية يتم تجربتها عشان يكون تمهيد لإدخالها وتطبيقها في الدوري المصري يعني أنه برضه لسه بنشوف أخطاء حكام وطبيعاً نشوف أخطاء حكام فيه أخطاء بتبقى صعبة في الحقيقة لكن في نفس الوقت لازم يكون تقنية الفار موجودة في مصر امتحاد الإسماعيلي مبارات الاتحاد الإسماعيلي في البترولة عربية دورة تمانية هتكون بستادسكندرية هيتم تطبيق تقنية الفار وهتكون موجودة يعني هنا في مصر فأيضاً دي هتكون بداية مهمة لتطبيقها يعني إن شاء الله طيب دي كانت بعض الأخبار السريعة بخصوص الأخبار المحلية والعالمية الأهم بقى بالنسبة لنا وإحنا بنخطب مع حضراتكم مبارات اليوم إن شاء الله الأهلي كنا موافق فيها إن شاء الله تكون سلاسة نقاط أخرى جديدة في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز وتبقى خطوة كبيرة واسعة في مشوار النادي الأهلي جازلة بطولة عشان تركز بشكل أكبر بقى في التحدي الأفريقي ومبارات بلاتينيوم إن شاء الله يوم السبت الجاي كل التوفيق لفريقنا إن شاء الله فوزي كنا جيد وأداء يكون أيضاً جيد في مبارات اليوم دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا بكرة بإذن الله تعالى نبارك لبعض إن شاء الله إن شاء الله بفوزي النادي الأهلي على التحدي السكندري استندونا في حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة